سبب اختيار هذا الموضوع ربما هو بسبب زيارة هذه المشكلة في الفترة الأخيرة يعني زيارة مثلا بدأت ألاحظ زيارة الحالة سواء في الاستشارات في العيادات سواء عندي أو عند الزملاء كثير من الأشخاص الذين بدأوا يعني يأتون للعيادة وطلب الاستشارة بسبب الآثار الناتجة عن هذه المشكلة ويريدني فك منها يعني لأنه مثلا بعضهم على سبيل مثال وبعضهم ربما يكون طالب أو موظف فلسبب ما أو لآخر وقع في هذه الإشكالية قد يكون من باب الفضول من باب التجربة من باب يعني الاستكشاف ثم وجد نفسه مدمن لهذا العالي وبتكلم عن شوي عن ما هو الإدمان جميل مع هذا الإدمان بدأت تظهر عليه بعض الأعراض بدأ يعاني في البداية كان يستمتع بمثل هذه الممارسة كان يجد لذة كان يجد نشوة في البداية لكن لما بدأت تظهر عليه آثاب بدأت تؤثر على الجوانب حياتها مختلفة هنا شعر أنه عنده مشكلة بدأوا يشعر أنه عنده مشكلة فيأتون لطلب الاستشارة فبدأنا نلاحظ لأول أخير زيادة هذه الحالات التي تطلب الاستشارة بسبب معاناتها من هذه الظاهرة ومن هذه المشكلة لذلك جاء ربما اختيار هذا الموضوع لتفليط الضوء عليه لأن أحيانا ربما وضعتوها في الاستفتاء هل هي تعتقدونها ظاهرة ولا لا أنا لاحظت في الإحصاءات أنه فعلا البعض ذكر أنه فعلا الموضوع ظاهر والموضوع بدأ ينتشر وربما البعض قد يكون هو واقع في هذا الأمر أو ربما يعرف من وقع في هذا الأمر فنحن لا نريد أن مثل ما يقولون نضع رؤوسنا في التراب لا هي مشكلة وبدأت تؤثر وبدأت تنتشر على جميع المستوى جميع مدام تذكرت على قضية السؤال التفاعل دعنا نعرضه للجمهورة أذل لدكتور محمد اللي هو السؤال الأول هل تعتقد أن مشكلة إدمان الإباحية مشكلة حقية وتحتاج منا إلى تسليط الضوء عليها كان عدد الأصوات 126 صوت من الأصوات نعم بكل تأكيد 87.5% نعم لحد ما 8.8% من 10% لا أعتقد 1.9% من 10% غير مهتم 81% بالعشرة بالمئة يعني الأغلب بالشكل ساحق 88% نعم وبكل تأكيد في القضية الجمهور يعني يشاركك في هذا القضية بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر